موسيقى صباح الأمر كأنه موضع أننا نقترح كابسولات التي تكون من تنائي رجل أمرأة الكبل في جوجة المواسيم أعطى نسبة المشاهدة عالية إذن كأن الشركات تنفيذ الإنتاج أو التلفزيون بنفسه أعتقد بأن هذه هي الوصفة السحرية التي يمكن أنها ترضي المتلقي المغربي وحاول أن يضعها هذه السنة في شكل مغير على حسب المادة التلفزيونية لكل القناة مثلا في القناة الأولى عندنا واحد الكابسولة كوميدية اسمية هابينجوج الممثلين الرئيسيين اللي فيها والباشير واكين وجاليلة طلمسي في البداية ديال هاد السلسلة الحلقة الأولى ودائما أنا كنت أتكلم عن الحلقة الأولى لأنها هي الحلقة اللي يمكن أنها تير انتباه ديالي وتدفعني أنني نتبعها لأنها دائما حتى على مستوى المادة الخبرية منك تبغي تعطي الأشخاص بعض الأخبار إلا ما كانش الخبار منذ البداية فيه العناصر ديال أنك تجدب الانتباه ديال المتلقي ما غير يمكن شيء يمشي معاك نشوفه بما من طريقة أنهم محاولوا باش يتيروا الانتباه ديالنا بما من خطاب وبما من وضعية وبما من موقف تبنى البشير واكين قلس يتفرج في واحد التلفزيون عاتيق وقديم ويقلب على باش من طريقة أنه يلقى المحطة بشكل واضح لأنه كان واحد النوع من شويش تدخل جالي لتلمسي وتتقول له فينا هما ديك التباصل ديال الطوص تقول له ها شمان تباصل ديال الطوص على ما كينيش تقول له أراه التباصل ديال الطوص ما بقاوش يك مادرتي هون في ديال بلاكار لي باعتيه هو تقول لي عشان باعتش بلاكار قد قلل له اه راك باعتي البلاكار من بغيتي تشري الكوستوم الكومبلي باش تحضر في العرس ديال الولد المقدم وشي حاجات بحال هكا الطوص صرقتي الطوص الرجل تسرق المرأة وتدير براسه بأنه بيل وبأنه حمق وهي تتغوت عليه وتتدابز معه تتضرب معه تينوض واحد النوع من يد تشنج داخل الأسرة كأن الأسرة المغربية هذا هو المقال دياله هادي هي النماذيج راي يقدروا يكونوا بالفعل هاد النماذيج كينين في هذه الحياة ولكن را ما غير يمكنش نعاودوا الإنتاج ديال هاد المشاهد في الحياة بواحد الطريقة ليه ما فيهاش أدنى المقويمات ديال العقل وأدنى المقويمات ديال الفوكاها علي أن الفوكاها را فن را ما يمكنش أن نضحك على واحد الرجل تدير براسه بيل وبواحد شكل متصنع وعارفوا بأنه مثل هاد الشخصيات يكاد يستحيل الأمر أنهم يتوجدون موجودين معنا في الحياة ما عدا إذا كنا بغينا نفرضوا واحد النماذج هبلة وحمقة ومعتوها على الناس ونقول لهم بالفعل كين هاد النماذج شخص كيتكلم بواحد الطريقة فيها نوع من الغربة الغير المستصاغة مرة كتتحاور معه بواحد طريقة عنيفة هو تيقول شيء أشياء اللي هي كيمكن لك ما كيمكن لكش تفهمها لأنه تتقول واش هاد الشيء بالفعل أنه يمكن يتقبلوا العقل فهذه اللحظة ديال أنني النهار كامل وانا صايم ليمحتاج لوحد المادة على الأقل لأنها ترقاب بالمستوى ديال بدكاء ديالي ونعتبر نفسي بأنني أنا شخص اللي كان شوف هاد تليفزيون مهم وهاد النس يعطوني أهميتي وتيقولوا هاد السيدراتي فهم وكيفكر وبأنه ما يمكنش أننا نتعاملوا معه بهاد الوضعيات اللي هي فيها نوع من الاستبلاد ومحاولة جعل كل غبي سواء هادك اللي تيمتل تيمتل بغباء سواء هادك المتلقي اللي هو كيت يتلقى هاد المنتوج خصنا نجعله حتى هو غبي كأنه ما يفهمش لأنه مخصوش يطرح السؤال ويقول لماذا وكيف وعليش هاد الشي واقع أنا تنظم بأن نخص الأعمال ديالنا ترقان وعنمال واحد المستوى اللي نفهمه بأن المجتمع بالرغم من أنه كيعاني من الهاشاشة الاجتماعية على المستوى الدخل المادي والفكرية لأنه ملقاش الفضاء والمناخ الملائم اللي يستمد منهم جموعة ديال الأفكار وديال المعلومات والمعارف اللي يبني حياته وفقه واحد السلوك مدني وخاد الشيكين راخس كنتا السيد أو السيدة اللي كتمارس العمل التليفزيوني خصك تكون عندك واعي بالمسؤوليات ديالك بأنك تساهم في البناء الشخصية دياله للناس وترقب المستوى دياله وتضحكه ضحكه على أمور ليفعلا ممكن أنها تضحك ولكنك تضحك وفي نفس الوقت كتخليله دائما البديهة دياله والعقل دياله دائما حاضرين باش يمكنه أنه يتخذ مواقع ويحاول باش يقول أنا مواطن مغربي هاد الناس بغي لي الخير وبغي لي الخير لهاد البلاد